اخي خلص بقى يلا ارضى عليه لا تضلك زعلان منه ليكو سلفي رجع عالبيت خلص بس هو رجع متأخر كتير علينا اخي انا اتأخرت ده لجيت ده لجيت ابني وين كنت انت نشغل بالي عليك كتير شو هاد قل لي شو صاير قل لي ابني من اللي عمل فيك هيك اه سلفي ده لجيت عمي انت رجعت اسف لاني ما اجيت اخذتك لا ده لجيت انت دفعت لي الكفالة بس قل لي شو صاير معا حبيبي قل لي كيف انجرحت هيك انت منيح عمي جعوك حبيبي قل لي ابني شو صاير خلص بابا خلص انا منيح ده لجيت قل لي الحقيقة هاي البنت الحقيقة صايبة شو هاد يا ربي انا ما هم بفهم ليش نسوان هداك البيت مصرين انهم يخربوا بيتي ويخربوا حياتنا كمان ليش هيك حسابون عندي انا ما را خلين ينقصوا بكل حياتهم خلاص امي انا ما بدي اسمع ولا كلمة عن صايبة انا عرفت الحقيقة وخلاص امي كل شي عملته من شاني بس بس قل لي مين اللي وصلك لهي الحالة يا الله حررتك مرتفعة هدا شو اللي صار لك كيف احترقت ايدك هيك تعو شوفوا تعو شو يا ربي يا ربي دخيلة شو صاير ابني قل لي قل لي اي شي ابنك حصل على حياة جديدة لانه مشي بقلب النار لك ابني انا بدي تقل لي كيف وصلت لهي الحالة اللي انت فيها احكي ما بقى في شي سيء رح يصير من بعد هلأ كل شي رح يكون منيح انا تركت كل الايام السيئة وراي خلصت منها انا اهم شي عندي انه بنتي تكون مبسوطة واذا كان في حب البهد الكل رح بيكونوا مبسوطين ومرتاحين لانه الواحد ما بيقدر يشتري السلام او الحب او الراحة صاح طبعا كلامك صحيح لو سمحتوا نادل الانس بيوتي نحنا بدنا نشوفها يلا انا رايحة ناديلة بيوتي مشاني انا اطلع يشوفيهم مرة واحدة بس كلهم عم يسألوا عنك من زمان ليك يا عمتي اذا بدك تجي يلا تعالي لانه انا صرت عاملة شاي مرتين لهلأ وما رح اعمل مرة تالتة روز مو وقتك انتي هلأ ها بيوتي بس اسمعيني رفقات اخوكي قاعدين برا وبدون يشوفوكي وستي شغلتهم بالحديث من وقت طويل واذا انتي ما تطلعي هيك رح تتشوه سمعت اخوكي موسيقى موسيقى موسيقى